يعني تحسن يؤتيك الله العلم والحكمة من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة في قلبه وأجراها الله على لسانه قانون فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم لسا انتهت قانون وكذلك ننجي المؤمنين كن مؤمنا واستحق النجاة في كل عصر في كل عصر كن مؤمنا تستحق على إيمانك أن تنجو من كل شيء تخافه قانون أيها الإخوة المؤمنون أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلم ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له والله أيها الإخوة لسنوات طويلة جدا تزيد عن العشرين ما من أخ وقع في مشكلة كبيرة يبدو أنه ليس لها حل وأغلقت أمامه كل الأبواب وسدت كل المنافذ وجاءني مستفتيا لا أملك إلا هذا الحديث أقول له صلي ركعتين في ثلث الليل الأخير لأن الله سبحانه وتعالى في نص الحديث الصحيح ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر قد تأتي مشكلات فوق طاقة الإنسان قد يكاد للإنسان من جهات قوية لا يستطيع لها مجابهة قد تأتي أمراض وبيلة قد يفتقر الإنسان قد يتآمر عليه من حوله وقد يطعنه في الظهر أقرب الناس إليه في حالات صعبة جدا هذا الحديث فيه الفرج إله عظيم بيديه ملكوت السماوات والأرض بيديه كل شيء هو القوة المطلقة هو الرحمة المطلقة هو العدل المطلق يقول لك ألك حاجة فأقضيها لك اسألني يا عبد أدعني ألك حاجة فأقضيها لك ألك ذنب فأغفره لك ألك سؤال فأعطيه ماذا ينتظر الإنسان والله الذي لا إله إلا هو سمعت من بعض إخوتي قصصا لا تصدق حول هذا الحديث مصيبة ما بعدها مصيبة يزيحها الله عنك لذلك إن أردت أن تلخص العبادة كلها يمكن أن تلخص بالدعاء وحينما تدعو الله عز وجل وحينما يستجيب لك يجب أن تعد هذا يوما من أيام الله وقد قال الله عز وجل وذكرهم بأيام الله يوم دعوته فاستجاب لك يوم سألته فأعطاك يوم استغفرته فغفر لك يوم اعتززت به فأعزك ادرى أيها الإخوة من كل هذا الدين أن يكون لك علاقة مع الله مباشرة أن تناجيه أن تسأله أن تستغفره أن تطلب عفوه أن تطلب منه أن يتوب عليك لا بد من علاقة مباشرة أخ كريم حذف في حياته إحباط الإحباط الإحباط أدى به إلى حالة نفسية مرضية فذهب إلى طبيب غير مسلم طبيب نفسي قال له الطبيب بعد أن حدثه عن قصته كلها قال له الطبيب النفسي غير المسلم قال له مشكلتك أنك تشعر أن الله ليس راضيا عنك لا بد من أن تكثر مناجاته كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة المشكلات كبيرة جدا الطالب في مدرسته التاجر في تجارته الصانع في مصنعه الموظف في مكتبه الطبيب في عياته أحيانا تأتي مشكلات تسحق الإنسان من لك إلا الله بل لعل الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يسوقك إلى بابه يبتليك بمشكلات لهدف واحد أن يسمع صوقك وأن تساق إلى بابه وأن تذوق طعم القرب منه الإنسان ألف الحياة الدنيا ألف الطعام والشراب والزوجة والأولاد والنزهات والسهرات والولائم لكن لو أنه ذاق طعم القرب من الله لا اكتفى به ورد في بعض الآثار القدسية أنه من أحبنا أحببناه ومن طلب منا أعطيناه ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا ورمضان كله من أجل أن تتمثل قوله تعالى وإذا سألك عبابي عني فإني قريب من أجل أن تقطع أملك من الخلق وأن تعقد الأمل على الحق من أجل أن تنصرف عن الخلق وأن تتجه إلى الله عز وجل لأن كل شيء بيده لأنه إليه يرجع الأمر كله فهذا الحديث أولاً في الصحاح في البخاري وصحيح الإمام البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم يقول عليه الصلاة والسلام إذ يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له في رواية ثانية في صحيح مسلم يقول الله عز وجل أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر هو ينطبعك تعاني من مشكلة تعاني من مشكلة مالية تعاني من مشكلة صحية تعاني من مشكلة زوجية تعاني من مشكلة عقوق الأبناء تعاني من مشكلة انحراف الزوجة ونشوذها وتطاولها تعاني من كساد البضاعة تعاني ما تعاني هذا الحديث علاج لكل مؤمن وأنا أقول لكم أيها الإخوة لا يقوي عقيدتك بالله إلا الدعاء كيف؟ أنت حينما تدعوه ويستجيب لك تعلم أنه سمعك وأنه قدير وأنه رحيم وأنه مجيد يزداد إيمانك بالله لي صديق وقصة يمكن من أربعين عام له أب قاسم ظهرت له في صدره التهاب فرأى بعض الأطباء أشاروا عليه بإجراء عملية موضعية وهو يخشى أن يسمح لعملية موضعية فجاء ابنه على استحياء وخوف منه قال له يا أبدي أنا سمعت من شيخي أن داو مرضاكم بالصدقات طبعا زار عدة أطباء يبدو أن التهاب متفاق لا بد من شق هذا المكان فبعد أن زار كل من يعرفه من الأطباء كلهم أجمعوا على عملية موضعية فهذا الأبن ببساطة وبحياء وبخوف ووجل من أبيه قال له سمعت من شيخي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن داو مرضاكم بالصدقات والده قاسي جدا قال له أنا سأدفع عنك خمس ليرات والقصة قديمة كثير فإن شفاك الله بهذه الصدقة أخذها منك وإن لم تشفى بهذه الصدقة أنا أدفعه ولا علاقة لك بذلك يعني يبدو أنه شديد جدا الأب فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الابن البار وشفيت هذه المنطقة وذهب القيح والتأم الوضع فذهب إلى كل الأطباء الذين زارهم وأشاروا عليه بشق المكان وأراهم كيف شفي تمام وأصبح لهذا الأب اعتقاد بابنه دام اعتقاده بابنه عشرات السنين يعني الله عز وجل ما خيبه نحن قبل سنتين دعونا الله للإستسقاء أنا يغلب على ظني أن هذا الإستسقاء كان صادقا يعني الأموي وحوله لمئات الأمتار كان ممتلئ وكان في الدعاء تضرع وكان في الدعاء وجل وكان في الدعاء خوف ثم جاءت الأمتار ففي خطبة قلت يا رب لم تشبت من الطرف الآخر يعني حاش لله أن تدعوه مخلصا ثم لا يستجيب لك أن تعلق الأمل عليه ثم يخيب ظنك أن تتوكل عليه ثم لا تجد بغيتك هو أهل التقوى وأهل المغفرة قدير سميع عليم مجيب رحيم بيده كل القوى أهل الأرض الآن ممتلئون خوفا من وحيد القرن لو أنهم عرفوا أن وحيد القرن في قبضة الله وأنه لا إله إلا الله ولا معطي ولا مانع إلا الله ولا قابض ولا باسط إلا الله ولا رافع ولا خافض إلا الله ولا معز ولا مذل إلا الله لعكفوا على عبادة الله وارتقت نفوسهم ألم يقل الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين كل بطولة المؤمن أن يؤهل نفسه لتلقي نصر الله عز وجل أن يؤهل نفسه لتحقق وعود الله عز وجل هنا بطولته أما أن يقع في المخالفات وفي التقصيرات وفي التجاوزات وفي أكل المال الحرام وفي غش المسلمين مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يدعو الله أبدا في حجاب كثيف بينه وبين الله إذن الصيغة التي جاء بها مسلم أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر في رواية سادسة بهذا الحديث روايات عديدة الرواية السادسة إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من داع حتى ينفجر الفجر أيها الإخوة الكرام حينما توحد الله وحينما ترى الله وحده فعال في الأرض كلمة فعال لما يريد أنت من؟ أنت لست فعالا لما تريد لعلك تريد أشياء لا تعد ولا تُعصى ولست قادرا على أن تفعل منها شيئا لكن الله فعال لما يريد ليس المجال مجال قصص لكن هنا قصص واقعية والله لا تصدق أنا لي صديق أصيب بمرض خبيث في رئتيه فزرته مرة في البيت قال هناك احتمال أن تجرى عملية في بلاد بعيدة جدا وأن هذه العملية تكلف ثمن بيته الذي يسكنه زرع رئة واحتمال نجاحها ثلاثون بالمئة أنا أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا العينات التي أُخذت من رئتيه فحصت وحللت في بلادنا وفي بلاد الغرب فكانت ورما خبيثا من الدرجة الخامسة أعرف أطباء أثق بهم ثقة كبيرة قالوا لا أمل من شفائه إلا بعملية زرع رئة ونجاحها ثلاثون بالمئة وفي بلاد بعيدة وتكلف ثمن بيته يبدو أنه دع الله عز وجل بإخلاص شديد والآن هو حي يرزق ولا يشكو شيئا والقصة أظن من عشرين سنة تقريبا فحينما تدعو الله يعني الذي يبدو مستحيلا في قدرة الله عز وجل أي يأس وأي شعور بالخوف يتبدد حينما تثق بالله يعني وسعت رحمتي كل شيء في مدرسة في باريس أصلها مغربية أصيبت بورم خبيث فقال لها الطبيب يبدو أنه بلغ درجة كبيرة جدا من الانتشار فقال لها الطبيب معك أسبوعان فقط وبعدها تموتين الطبيب بفرنسا فحينما إيقنت بالموت ذهبت إلى مكة المكرمة لتؤدي عمرة قبل أن تغادر الدنيا يبدو أنها في أثناء الطواف وقد قالت في كتيب ألفته أنها طافت ثمانية عشر شوطا من شدة تعلقها بالله وخوفها أن تموت على غير الإيمان وتضلعت من ماء زمزم وعادت إلى بلدها لتموت لكن الله شفاها وألفت كتيبا صغيرا قصة مؤسرة جدا يعني قصص الأمل صفر كيف أن أصحاب موسى قالوا إنا لمدركوا فرعون بكل قوته وجبروته وطغيانه وحطبه وراء شرزمة قليلة والبحر أمامه ومع ذلك أنجاهم الله عز وجل كيف سيدنا يونس الأمل صفر في بطن الحوت في ظلمات سلاس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين والله في قصص لغرابتها لا تسبق يعني إنسان في طريقه إلى منطقة جميلة في وسط القطر ترك المركبة وذهب إلى مطعم فابنه لعب بأذوات القيادة فانطلقت المركبة في الوادي والوادي سحيق جدا فدع الله أنه إذا نجى أهله وأولاده يتصدق بكل ما يملك ونزلت المركبة إلى قعر الوادي وسلمت ثوجته وأولاده وأنجز وعده مرض عضان مصيب كبير عدو كبير إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك والله أيها الإخوة في عشرين عام سابقة ما في أخ يضعني أمام مشكلة ليس لها حل إطلاقا إطلاقا أدله على هذا الدعاء وعلى هذا الحديث القدسي وقد أستمع من بعض الإخوة إلى إجابات لغرابتها لا تصدق كيف أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه هذا البلاء فهذا الحديث مهم جدا جدا إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر وأنا أقول لكم مرة ثانية أحيانا القصد أن تذوق طعم القرب من الله قد تساق الشدائد من أجل أن تبعو الله بإخلاص قد تساق الشدائد للإنسان من أجل أن تلجأ إلى بابه لأنك إن تعكف على باب الله هو قمة العبوذية إن تعكف على بابه والأنبياء الكرام من دون مصائل عاكفون على بابه وهم في أوج قوتهم قال عليه الصلاة والسلام قبل وفاته وقد دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها صعد المنبر وقال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلده ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي حقيقة الإنسان حينما يكون ضعيف يكون متواضع لكن بطولته حينما يكون قويا وحينما يكون غنيا حينما تشعر وأنت في أعلى درجات القوة بالافتقار إلى الله وحينما تشعر وأنت في أعلى درجات الغنى بالافتقار إلى الله فأنت موحد لكن الغنى أحيانا يطغي والقوة تنسي فنحن تحت رحمة الله ونحن نسأله وحده ونحن نعتمد عليه وحده ونتوكل عليه وحده وهذا الحديث هو الدواء لكل داء الدواء لكل مشكلة لكل عدو متربص بنا لكل مرض عضال أعي الأطبار لكل فقر مدقع سدت أمام الفقير كل السبل ما عند الله ليس عند العبد والحمد لله